قاهرة عشان اوريكو المنافقون المطبلون تنظيم وعصابة تمرسي محمد حسان لمواقف في المؤتمر بتاع دعم سوريا ومرسي قاعد على المنصة بتوع التنظيم من الارهاب اللي كانوا قاعدين الاف بقى لما دخل وقدموا الشيخ حسان ويا السلام هتفات وبنروحوا قدام النفديك والاعلام والتسفيق والتطبيل في تفات رهيبة جدا جدا كل ما يقول لك المتين يسقفونه ويحيوه وكان نقص يبص رجليه كان نقص الله يبص رجليه وانه الشيخ جيه والشيخ قال والشيخ اتكلم وقال ودع واول ما جاء قال الجهاد الى سوريا قاعدوا ايه وناس وقفتوا وناس قاعدت تعيط والناس تصوت وهذه قيادات الارهاب قاعدين او او جاسوس كبير بتاعهم ده قابل 36 وبناسب اسبوع فكرين لما نزل بالعربية المكشوفة وحواليه 701 حراسة وسوريا ومسك عالم مصر صغير قد كده ومسك عالم سوريا كبير وبعدين صفحة حجازي راح غمزه في كتفه وقال له لا 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 اشتزيب عالم ده اخد عالم كبير عشان ما يتقلش انه مسك عالم مصر عالم صغير ومسك عالم سوريا كبير طلع حسان اهو وآلاف قاعدين من الاخوان وغير الاخوان في الصالة المغطوة في السادة القاهرة اهو ابصوا بالسقف والزياد شوف تطبيل الاخوان اهو ورفعين عالم سوريا مش عالم مصر عالم سوريا مصيبة سودة كانت ايام سودة والله واحمد عمل عطي يتصدر ارهاب الكبير ده في الوقت اليوم ده لما قال لك اللي هينزل في تلاتين ستة هنسحقهم واسمو ايه عب مقصود قال لك نصر تلك والله وربنا نصرنا والله وربنا فعلا نصرنا الحمد لله اهو فكانوا بقى جايبين كل دول عشان قال يخوفون يخوفوا الشعب طب اهو طلع النهاردة شرشحكوا شرحكوا النهاردة هذا الرجل اللي انتو اهو شفت التصفيق التطبيق بتاع الاخوان اعلام سوريا والله مرفوعة ايه دور على اعلام مصر لا اعلام سوريا واد عبر احمن البر واد صلاح سلطان وقيادات التنظيم الارهابي واسمويل واد باسم عودة كل القيادات الارهابية قاعدة وجابوا بقى حسان عشان يقولهم روحوا بقى جاهدوا اخوان دلوقتي عمالين شتمين وشتايم ما انا بقولك مالوش امان مش قلت يعني يصفقولوا هنا طب هسمعكم هسمعكم ادي مرسى هو في اليوم ده بص بص وادي شفت بقولك ايه هو شفت العلم وشفت العلمين اهو اهو بص عالم سوريا قديه واحنا قديه بص واتا رجع صفة حجازي جري قاعد شكه في كتفه وقال له لا لا خد العلم ده ادي مرسى هو لسه بقولكو على الصورة دي ايام سوداء كانت ايام سوداء ربنا عفانا وعافى البلد من الايام ديت بزي ما حاكو بتشوفو كده تعالوا سمعكو عسان هو بيتكلم ومرسى قاعد والاخوان تصفيق تصفيق حاد هو فيديو طويل قاوي بس انا اختصرته خدت منه جزء صغير قاوي فيديو طويل قاعد قال خطبة كبيرة قاوي هو لما يسترسل يعني يعني ما تقدرش توقفه سيد القادر النهاردة سيد مسشارة شربيني قال له عارفك بس احنا هنا في محكمة خلي بالك عشان الوقت كمان تعالوا تعالوا اسمعوا اسمعوا قال ايه والاخوان بيعملوا ايه اسمعوا اسمعوا قال لك ايه روحوا فين المال والسلاح كل حاجة يعني روحوا بقى سوريا وشفتوا عمل ايه في الاخوان الاخوان دلوقتي اللي بيثقفوا دلوقتي بيكفروه الآن بيتم تكفير محمد حسان من جانب ميليشيات بتاعت الجماعة عندما تختلف مع جماعة الاخوان الارهابية خدها كده هو طول حياتك طول ما انت عايش لا يمكن الاخوان تدي له امان لو ولو لحظة واحدة حتى لو هو كامل النهاردة ممكن تلاقيه اب كامل انه خايف يتحسس كل واحد فيهم بيتحسس رأسه شعره راسه كل واحد فيهم ماشي بيكلم نفسه في اي مكان بالمناسبة في اي مكان وربنا يا كريمنا ايام الجاية عشان عايزين نتكلم عن مؤسساته ونتكلم كله قطاع عام وقطاع خاصه وحكومة وكله عملية التطهير لازم نتكلم عنها بشكل كامل ايام الجاية ان شاء الله اشتركوا في القناة